اشتركوا في القناة هل العمليات الجراحية يارا كأول سؤال رح تخلي انه العدسات النظر تخطفي كلياً؟ لا أكيد أربير في كثير عالم ما بيحبوا يعملوا أو بيخافوا يعملوا عمليات ده في عالم ما فيها تعمل عملية يعني في الكورنية مثلا ما بتسمع في الإطاف في عالم ما عندها ما رح فوض بديتايلز للإبيسار تبع الكورنية ام هيك ما بتخليها تعمل العملية نعم كمانا في عالم اللي بتربست يمكن نجح نحكي بعدين للبعيد والقريب كمانا بعد ما في عملية كيف راما أو بوا يعني مزبوط بتصحح لتنين هلأ فيه بس منا منا منيح منا أو بوا مزبوطة يعني بعد هدي كمانا الشي رح نحكي رح نركز على اليوم الناس اللي عندهم مشاكل بالنظر عن بعيد والناس عندهم مشاكل عن نظر عن قريب جمالا كانوا مفصولين عواينات لهيك عواينات لهيكabile أنت ذلك لصار فيه وصار فيه عواينات شو بدون نساميهم العدسة التدريجية تدريجية؟ الانطيب رائع مظلوط عدسة تدريجية لكن صار الناس اللي عنده المشاكة عن قريب وعن البعيد يقدروا يحطوا عدسة واحدة يعني اثنين تأشع للبعيد ولا القريب تحتى الناس اللي ما عنده شي يعني اللي بس بتعوز تقرى عن قريب بس بده تدله تحط وتشيل الليونات يعني بده تقرى وطبت علي راسة اكيد بهول الليونات اللي بس للقريب هي ما بتقشع عن بعيد صوفيا لو ما عنده شي يعني بيتها حتى تحطوا اللنتي تقشع فيهم منيح تقرى بتقشع فيهم كمان عن بعيد كلا الناس يحطوا عدسة للعين؟ لا اكيد واحد قبل ما يحط لنتيب لازم يروح عند اختصاص نظر ممكن اوبتومتريست اوبتيسيان ام حكي معيون بدو يشوف العين والايتاء تبع العين يعني هلا ما ننسى اللنتيب تجيب تلزوء على الكورنية ونشوف الكورنية اذا بتتحمل اللنتيب تجيب عليها واهم شي اللارم اللي هو الدمع الكاليتي والقانتيتي تبع الدمع كمان بدنا ندرسها نشوف اذا فيو يلبس لنتيب لانو ما ننسى اللنتيب تقعد على الكورنية بس بتصبح بالدمع والدمع هو كتير مهم اهم فكتار مع اللنتيب يعني اول شي في عيون حساسة لما القرنية ما بتسمح يكون في عدسة عين هون رح نبقى على العوينات وبكل الاحوال لازم يكون فيه دمع كتير اذا بتصبح العدسة ما مش يعني بتغير لا 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 اكيد الاستاب بس فيه موفمان يعني فيه اللنتيب ما بتلزوء اذا اللنتي لازق على العين فيه مشكل مشنك كمانا لازم من وقت لوقت اذا حسوا فيه بروبلم باللنتيب يروحوا عاد حكيم وانا عبطو متلز تشوف اللنتيب على العين اللنتيب ما لازم تكون ملازقة لازم تكون تتحرك مع الدمع ليه كمان لانو الدمع اول شي بنضيف اللنتيب يعني وقتا يروح ويجي وبينضيف اللنتيب كمانا بيعطيه اكسجان للأكسجان وقتا يفوت اللنتيب وتتجي على الكورنية كأنو عبدا تغطي العين دونك الأكسجان اهم شي اهم فاكتور بفوت اكسجان على العين هو الدمع دونك مشن هيك هادا اكتم اهمه لما من ننظف العدسات هالمي اللي عم نستعمله مش متل الدمع مش نوع من لا نو غير شي هادا يسا ان سوليشون هلا الانتروتين دي لنتيب كمان انا سيقبر زي بدك نحكي عنه سوليشون هي بتشيل البكتيري دي كنتاميناتشون بتنظيف اللنتيب تغسلها مش كل السوليشون فينا نقطر منهم بالعين بس انو هي بلوس تتنظيف اللنتيب شو يعني الناس اللي بيستعملوا عدسات نظر شو الاشياء لازم يعرفوها من ناحية كيف يهتموا بهالعدسات كيف يهتموا بعينهم كمان مثلا انا ما بعرفو لكن بعرف انو مش فترة طويلة يعني في عدد ساعات بالنهار لازم نجع نريح العين بعدين اوكي هلا اللنتي اكيد يعني ما ننسى انو اهم الشي مثل معنا بتقعد على الكرنية وما بتخلد مش هنهيك لازم تتنفس العين سو اول شي بدنا نخليها تتنفس مش هنهيك متمع بتقول لازم ما نحط اللنتيب كل الوقت على وقت طويل ساعات من عبكرة العشية واهم الشغلة في عالم عندهم لانتيب ما عندهم عوينات هيدا شي كتير غلط يعني هنه الليونات واللانتيب كمبليمتار بيكملوا بعضهم يعني واحد وحط لانتيب بيجي عشية على بيته بحط لانته منو صفا اما نهار بالجمعة فيه حط الليونات هلا ايه بتعرف ليه لان اكتريت العالم اللي بتحط بس لانتيب ما بتكونوا درجاتهم تغيروا على مدد السنين يمكن زيدوا ويك بيغيروا لانتيبهم بس الليونات ما هيدا اصلا ما بيستعملها هلا شو غير الأزازاتها كيف رح يرجع يستعملها مازال درجاتها صاروا من سنتين ام ثلاثة يمكن اكتر كمان عشر سنين بيتركوها ما غيروا اكيد ما رحسوا حالهم مرتحين بقى بليونات هيدا سبب من الاسباب هلا فيه كمان غير اسباب هلا اذا بتحب نحكي شفاء عن الانترتيان طبعا اللانتي كيف لازم نهتم باللانتيب لان اللانتيب لازم نهتم كتير منيح فيها لانو عم تقعد عليها لازم تنظفها بدنا بدنا بس سري في نقطة مهمة بدأي احكي عنا انو واحد وقتا يشتري لانتيب بعد ما اوكي في حت لانتيب لازم يروح كمان عند اوبتيسيان مش عند فارماسيان يشتري لانتيب لانه لازم يعلمه يحطه ويشيه لما فيك انتا ما بتعرف اول مرة بتحط لانتيب تروح تشتري لانتيب معلن ماما ام حدا بعلمي لازم يظهر من عند الاوبتيسيان بيعرف يحط ويشيل اللانتي وكيف ينظفها وكيف كل البروسيسيوس طبعا لانتي كتير مهم إنه زراحه ما عارف شيله وعلقت اللانتي مثلا بعينه وبانيك وايك ما بتعلق بس إنه ما رح يكون رح يحس إنه يخاف من اللانتي ويحسها شباشا لأنه ما عارف يحطها ويشيلها لازم يظهر عارف مظبوط يحطها يشيلها ينظفها وكاله أنا بدهي أشوف ناس عم بيحطوا وعم بيشيلوا عدسات نظر بحس إنه مثل شي غريب عم بيفوت على العين بعرف إنه بالعكس ناس اللي بيحطوا لعدسات شغلة هينة ويوميا بيعملوها كذا مرة فيه دي براجوجيا العالم اللي ما بتحط في ناس بتخافة تحط تقرب إصبعها على عينها فيها بس إن فوقت تعود بصير شغلة كتير بسيطة وكتير سهلة كنت عم بتقولي إنه لكن الماينترنس كيف نهتم بهالعدسات أول شي الساعات بنهار قديش مش أكتر من عشر ساعات هلا أمون كمان بدي نحكي عن الدمع كمان إنه إذا واحد بيحط لنطياته كتير وقت وخاصاً قدام الأورديناتور دامنا هلا إحنا عنا إريفلاكس توتلي كاتر سجونت حالا حداً إيل كليني إسان إريفلاكس يعني بلا ما نحس كل أربعة سجونت منتسكر ومنغمي دعيونا وعند نكون قدام الأورديناتور إريفلاكس بيروح لأنه منكونوا مركزين على السكرين لذلك ليس هناك لازم نفكر نغمض ونفتح يونة كرميل الدمع يغسل اللنتي ويفوت الأكسجان مثل ما حكينا قبل شوي وإذا لأ كمان كل الوقت نحس طوالة تلهق اللنتي بالعين نحط دي لارم أكتفيسيال بقلولون اللي هني أطرات دايماً أدمى فينا نحط كلمة أحسن نكون تغسل اللنتي و... نعم نخلي العدسة جيدة مزبوط كل أديه بيتغيروا اللنتي يعني بيضاينوا فترة طويلة أو لا؟ أوكي هلا اللنتي في عنا كذا نوع اللنتي في عنا اللنتي جورناليير اللي هي طبعا نهار اللنتي الشهري واللنتي الصنوات طبع نهار نهار واحد ومنكبة؟ ايه بس طبعا ألبير ممنوع نشتري اللنتي طبعا لنهار فالت تجعل به فيها اللنتي بقولوا لا دون إنسان اللنتي بتحطيها بتشيلها بتكبها وقتها تخلص منها دون ما في عندك كل البروستيوث الانتروتين اللي تنظيف وما تنظيف وما تنظيف وما تنظيف تمنح بقيت أكتر من شهر اللنتي الشهري هي أهم شي نعمل هي أكتر اللنتي مستعملة أول شي اللنتي الشهري هي إذا اليوم فتحتها بعد شهر بديكبها لو استعملت مرة مش 30 لابسة شهر دون كاللي acts المفتحت يعني منحط مثلا اليوم اليوم فتحته وليوم شهر الجري بديكبها لو ما لبستها إذا فتحت اوكي وثن في عنا اللنتي السانوي هلأ أقل سنستعمل أقل بكتير اللنتي السانوي لأن كل ما عم نعمل نستعمل رنوف المانف راقم أكتر كل ما أحسن أكل ما اللنتي أنظف وقبل ما كان فيه ما كان فيه درجات كتير عالية مش موجودة معا استيغماتيس مش موجودة إلى السنوي هلأ صاروا موجودين بالشهر ياني الانتين مع درجات عالية أمكام معا استيغماتيس صاروا موجودين بالشهر تعلي فيه لنستعيير متل ما حدا بيخد عوينات حدا تنى فيه حتى عدسات حدا تنى لا، أكيد لاكانه كله هذا بروسيس دو كوتاميناسون يعني إذا فوا واحد لايت شي بطلقت شي متاني وهذا اكتر شي بيصير مع الناس لحطين لانتي كولوريه وبلا درجات بفكرة انه سيجست كوزميتيك مثل انه العدسطل ملونة لي غيره لون عينو هنه عنده نفس البروستيوس طبعي لانتيات العادة يعني لازم تتنظف مظبوط لازم تنكب بعد شهر ما نتركها سنة شهر فتحناها شهر هلأ كمان في لانتي واندي كمان طبعي الكولوريه مثل حدا عنده عرص صهرية عمشية بلو بس يحط على الاوكازير وان بشيره بكبه يزرق العيون بس لمرة بس نركز كمان عن هذا الموضوع لكن العين مع الدمع تباع العين بيسمح ويكون فيه كنتاميناشن لامراض لامراض لاميكروبيات لبكتيريا فانه يستبدل انه واحد يستبدل حتى اذا ننظفهم حتى اذا ننظفهم اكيد هو لانتياتو يعني موارز عنا وقت بعد شوان نحكي عن التنظيف وهيك حسنا فينا هلأ بركي نطلب من حدا يعطينا اياهن يحن موجودين الكيس تباع يارا على جنب فيه لانسز بركي نستعملون هونيك فيه على اخر اوكي انا كدس عليك من اي عمر فينا نبلش نلبس اكزاكت اي عمر فينا نلبس ما فيه عمر محدد يعني في واحد تحت من عمر عشر سنين ام 12 سنة يلبسوا لانتي اذا كانوا هن اسموا responsable وموتيفي يعني فيه ولد يكون عمره 12 سنة انا دولة السنة اما يكون ملتزم مثل ما مفروض يكون صغير يكون ملتزم اما يكون عمره عشرين سنة ومنو ملتزم ما عندو اونيجان ما انو responsable ما انو بتشدد عاشي ما هيك النظافة وال اكيد 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 وكمانا فيه شي مثلا اذا حدا اول مرة عمره ما بعرفتان قلت عشر سنة بنت عبالة تلبوس لانتي دونك فيه فاكتار كمانا بسيكولوجيك شكرا مرسي ذلك من شو معمولين العدسات يعني شو هال ماتيريال يلي اكتشفوه اللي يصنعوا منه العدسات انا بعرف انو مصنوعين هول كلهم بلابراتوريز نزبط الليزر كتنج يعني ما في الانسان ما بيتعاطى بشكل مباشر بهالعدسات لا هلأ هي الانتيه هلأ الجديد بيجو يعني بسيدي الانتيه هلأ هيدا بقولولو الماتيريول اللي هو الماتيريول العادل اللي اكتري بيستعمله بس الادروجال دونك الادروجال هو اهم شي فيو ادي فيو ماي كل ما يكون فيو ماي كل ما بكون انو احسن للعين وكل ما العين عم تتنفس اكتر هلأ كل شي ماتيريول جديد بنرجع الا اهم شي هو يفوت اكسجان على العين هو السيليكو ايدروجال فيو سيليكون السيليكون بيخلي الاكسجان يفوت على العين اكتر يعني اللي بلو برميابل على الاكسجان من الانسان جنراتون بسينا كون بدا احكي كمانا انو العالم بيحطه لانتيه انو وقت طويل كتير مهم ازا بعد انو عم بحطه لانتيه ما رح نسمى يعني لابوراتوريات ام هيك بس بعد ما بحطه جنراتونيات القديمة اللي هي موجودة كتير بعدها بالسوق لازم ينطقلو لجنراتونيات الجديدة اللي هي بتفوي نواكب التطوير نواكب الموديلات الجديدة لنطلع من يعني هيدا يعني كلمة بفوت اكسجان اكتر على العين كلمة تبع عيننا اكتر نقدر تحمل لانتياتنا وقت اكتر فيني اجرب ما بعرف تانكيو رح ضيع سميكي ها لا في كذا افسر ها ها اوكي والميلتين نفس الشي لا في عنا لازم ننتبه مش ان هيك برجع بقول لازم يروس هلا قلبت برمت خيني فرشيك مش ان هيك لازم ننتبه اول مرة نحط لانتير روعد حدا يعلمنا مظبوط نحطن ونشيلن ويعلمنا كيف لازم تكون اللانتير اذا فيها تكون ما انت ما بتقشعي يا يارا كيف بديك تشوف اذا اللانتير من الميلة المظبوطة يا ملا في بكون في دي بسي سينيو هيك مثل شخويت بتقلنا وخلاص مع الخبرة واحد بيتعود بس يخدها هيك هي وقتا تفلوش الانتير بها الطريقة هيك مانا مظبوطة وقتا تكون انفرم دابال هيدا شي هاي يباين لو واحد ما كتير عم بيقشها عم نيح انفرم دابال بتباين شكرا لازيارتيك للمعلومات عن عددات النظر اليوم متل ما خبرتكن رح يكون في عنا ضايفة مميزة جدا هي جاستون وتصور تينا مبسوطة بالخبرية هاي تينا هاي ايو